وقد جاء في حديث جابر أنهم خرجوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لإدراك عير يعني قافلة وكان عليهم أبو عبيدة وعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم جراب فيه تمر بث وما كان عندهم شيء يأكلون أبدا يقول جابر كان يعطينا أبو عبيدة كل يوم تمره تمره حق اليوم كامل تمره واحدة قال القائل لجابر عبد الله فكيف تصنعون به تمره كانت أخلصت كان مناكلها قال نمصها ما نأكلها نمصها ثم نشرب عليها الماء يوم كامل أكثر من يوم تمره واحدة في اليوم قال نمصها ثم نشرب عليها الماء ترجمة نانسي قنقر